دقيقة عندما تفقد والديك فكأنما فقدت أعظم شيء في الحياة لأنك عندما تضيق بك الدنيا وعندما تحيط بك الهمور فهما الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى لأنك تفضل فضلهم يدعون لك عندما تحاصرك المواقف الصعبة فكانت بالنسبة لي فراغ كبير استشعرت في طفولتي وأيضا شريط الذكريات وهذا أصعب ما في الموت فلذلك طبعا الحزن والألم والحسرة لكنك تبقى أنت أسير لهؤلاء وتبقى ممنون ومنتن لا تملك لهم إلا الدعاء ولكن الحياة لا تتوقف عند موت أحد رغم الألم ورغم الحسرة لكنك في النهاية تنطلق سبحان الله ورزقنا الله نعمة النسيانة التي تجعلنا أو التناسي إذا شئت التي تجعلنا ننطلق في هذه الحياة أما الموقف فكان من أشد المواقف إيلاما لحجم العلاقة القوية والارتباط الوجداني العاطفي القوي بيني وبين والدتي وبيني وبين والدي ولكن رحمهم الله وجميع موت المصر نسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولنا ولكم المغفر